الثمينة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني وخلال الاتصال الهاتفي أشادت ميلوني بالعلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا وحرص الدولتين على تنميتها وتطويرها معربة عن تقديرها البالغ للقيادة الحكيمة للرئيس السيسي مؤكدة الحرص على تعزيز التواصل لبناء الاستمرار التشاور والتنصيق المنتظم إذاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك وبحث المستجدات الإقليمية والدولية فضلا عن مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لرئيسة وزراء إيطاليا ومؤكدا ما توليه مصر من أهمية خاصة لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين واستغلال الأفاق الواسعة في هذا الصدد على مختلف الأصعدة فضلا عن مواصلة التنصيق وتشاور مع الجانب الإيطالي بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بما يساعد على صون الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية عقد رئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مادبولي ووزير النقل كامل الوزير لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي طلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية وأضف المتحدث الرسمي أن وزير النقل استعراض مستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة المواني المصرية خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الأسكندرية الكبير هذا ووجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تعزيز نشاط المواني المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية والوصول أيضا إلى معدلات قياسية في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للمواني المصرية في مجالي اللوجيستيات والتجارة وذلك في إطار الخطة التنموية للدولة لبناء وتطوير القدرات الذاتية والنهوض بالاقتصاد القومي صرح منصق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي بأن تسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16 إلى أوكرانيا قد يبدأ نهاية هذا العام وأضاف كيربي أنه من غير المرجح أن تكون الطائرات وحدها قادرة على تغيير مصر النزاع مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية تحتاج في المقام الأول إلى المثفعية قال وزير الدفاع البريطاني بن والس أن المملكة المتحدة سلمت أوكرانيا قذائف مدفعية أكثر بـ 15 ضعفا مما كان مخططا له قبل عام وأضاف والس أن لندن أرادت إرسال 16 ألف طلقة مدفعية إلى كييف العام الماضي لفتا إلى أنه تم تغيير الخطط للاستجابة سريعا لأولويات أوكرانيا وشدد والس على أن بريطانيا نقلت إلى القوات الأوكرانية أيضا ما لا يقل عن 5 ملايين قطعة سلاح مضادة للأفراد بما في ذلك قذائف هاون وقنابل يدوية بالإضافة إلى 1500 قطعة سلاح مضادة للطائرات ومئة قاذفة قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة ستقدم 386 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية إلى إفريقيا وأضاف بلينكين في بيان له أن بهذا التمويل تكون واشنطن قد قدمت أكثر من 4 مليارات دولار كمساعدات إنسانية في هذه السنة المالية للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والنازحين والمتضررين من النزاعات والأزمات في القارة الإفريقية أعلنت الهند ارتفاع عدد قتل الانهيار الأرضي الذي وقع في غرب البلاد إلى 16 شخصا وأضاف مسؤولون أن السلطات علقت عمليات الإنقاذ بينما لا يزال هناك 100 شخص تقريبا محصرين وشهدت إحدى القرى الصغيرة النائية بولاية مهارشترا الواقعة في غرب البلاد على بوادي نحو 60 كم من ممباي انهيارا أرضيا تسبب في تدمير عدة منازل وحصار الكثير من السكان وأحدثت موجتنا من الحر الشديد وحرائق الغابات والأمطار الغزيرة والفيضانات أضرارا كبيرة في شتى أنحاء العالم في الأيام الماضية القليلة مما أثار مخاوف جديدة بشأن وثيرة تغير المناخ موسيقى